عاصفة سياسية حلت بالجمعية الوطنية الفرنسية وضحيتها الأولى حزب إيمانويل ماكرون الذي خسر الأغلبية المطلقة وبالتالي لم يعد يسيطر على السلطة التشريعية التي منحته خلال الولاية الأولى أريحية حكم الرجل الواحد والحزب الواحد التحالف اليساري بزعامة جونليك ميلانشان تحول إلى الكتلة المعارضة الأولى لسلطة ماكرون وحلت الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة ثانية هذا الموزيك الجديد دفع بمعسكر ماكرون إلى دق نقوس الخطر الجمعية الوطنية لم تعرف تكوينا مماثلا في الجمهورية الخامسة هذا الوضع يمثل خطورة على بلادنا بالنظر إلى التحديات التي نواجهها على المستوى الداخلي أو على المستوى الدولي جونليك ميلانشان الذي رفع شعار رئاسته الحكومة المقبلة عنوانا للحملة الانتخابية عد النتيجة فوزا سياسيا كبيرا لقد نجحنا وحققنا الهدف السياسي الذي وضعناه ففي أقل من شهر واحد أسقطنا هذا الذي حكم فرنسا لخمس سنوات بغض رصة لا مثيل لها والذي لوى ذراع هذه البلاد لكي يعاد انتخابه إنها هزيمة كاملة لحزب الرئيس مارين لوبين حققت مفاجأة الاستحقاق بفوز حزبها اليمني المتطرف بثالث أكبر كتلة في الجمعية الوطنية لقد نجحنا في تحقيق أهدافنا الثلاثة وأهمها جعل مكرون رئيس أقلية لحماية البلاد من حكم الحزب الواحد وتشكيل معارضة قوية وأنا أتعهد بممارسة معارضة حازمة ومسؤولة وتحترم المؤسسات حزب الجمهوريين الذي كان مكرون يعول عليه لإنشاء تحالف قوي أعلن أنه سيبقى في المعارضة الأمر الذي سيزيد من عزلة كتلة الرئيس في برلمان يسيطر خصوم مكرون على الأغلبية المطلقة فيه لم يحقق جونليك ميلونسون هدفه بالوصول إلى رئاسة الحكومة لكن اليسار الفرنسي الذي يحياه زعيم فرنسا غير الخاضعة عاد بقوة إلى المشهد السياسي عبر كتلة معارضة وازنة دخلت الجمعية الوطنية خارطة البرلمان الفرنسي الجديد طوت صفحة السلطة المكرونية المطلقة موسى عصي باريس الميادين